في غرفة الألعاب كتاب أقرأه حين أغلق الباب قصصه عديدة 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 عبره مفيدة مفيدة أفكاره جديدة لأي سؤال جواب فلنوقف لعبنا ولنفتح آذاننا لنهيئ أفكارنا ونستقبل الكلمة في قلوبنا في غرفة الألعاب كتاب أقرأه حين أغلق الباب قصصه عديدة 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 عبره مفيدة مفيدة أفكاره جديدة لأي سؤال جواب لا 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 إيش؟ مين؟ إيش في؟ شجاع؟ يعني أنت من إيش خايف؟ أنا خايف؟ أمتي شو بتحكي؟ أنا شجاع يا سمينة شجاع؟ أنا بعرف أنك شجاع بس أنت ببين أنك خايف مش خوف هذا مش خوف يا سمينة هذا توتر شجاع أنا كتير نعسانة طول النهار ماني مات أنا مبارح بالليل ماني مات بالمرة كنت كتير تعبانة ونأزانة كله شوي بفيق من الكوابيس المزعجة عنجت أنا كتير تعبانة يا سمينة ما جيبي سرت النعس لأني بأي لحظة ممكن أنام بس المشكلة أني لما أنام بصحم الكوابيس البشعة مين؟ فتفوتي فتفوتي شو القصة؟ فتفوتي فتفوتي شو القصة؟ مين تحاني؟ شو في؟ فتفوتي إحنا كتير خايفين ونعسانين وتعبانين ليش؟ شو مالكم؟ ليش تعبانين هيك؟ مبارح زورنا دار عمتنا وكانوا أدهم وأمجد أولاد عمتنا؟ أعمالهم بحطروا في الامرعب كتير بخوف إحنا شفنا بس شوي منا هم كبار ما بفرج معاهم ما بخافوا زينا ما بتوتروا زينا أنتو ضليتوا تحضروا؟ لا طبعاً ما كنا عارفين إنو في الامرعب وهلا إحنا كتير خايفين ومش عارفين النام بس انتو بتعرفوا إنو بالحقيقة ما في أشباح ولا وحوش صح؟ طبعاً فتفوتي هاي كلها أشيقة خيالية إحنا ما منصدقها بس إحنا اكتشفنا إشي حقيقي وعند جد بخوف شو هو؟ الأرواح الشريرة آه هلأ فهمت هذا الموضوع أكيد أكيد بده قصة كمان حقيقية حتى تفهموا الحقيقة وتعرفوها فتفوتي معقول الكتاب المقدس يكون فيه قصص زي أفلام الرعب الكتاب المقدس بحكي لنا قصص بتعلمنا ما نخاف من هاي الأمور ونعرف شو الحقيقة بالضبط طب يلا فتفوتي شو بتستني؟ كانت عند يسوع عادة أن يذهب كل يوم سبت إلى بيت الله بيت العبادة وفي ذلك اليوم مشى في الطريق مع الكثير من العائلات الرجال والنساء والأولاد الذين جاءوا من منازلهم المحيطة بالمجمع فتفوتي؟ أنا ما بتذكر إيش معنى مجمع؟ وأنا كمان يلا أول إيش معناته؟ انتي أحكي أول طب شو رأيكم؟ تحكوا مع بعض المجمع هو مكان عبادة يهو وكانوا يستخدمون مدرسة أم حكمة مدرسة أم حكمة صح ولما دخل يسوع تقدم إليه رئيس المجمع وطلب منه أن يقرأ من كلمة الله ويعلم الناس وافق الرب يسوع ووقف أمامهم ثم بدأ يقرأ ويعلم عن ملكوت الله ومحبته للناس فذهل الحاضرون من تعليمه لأنه كان يعلمهم بقوة وبسلطان وبمحبة وكان كلامه صادقاً يساعد الناس في كل ظروفهم الصعبة كان من بين الحاضرين في المجمع رجل مريض روحياً لم يكن مشلولاً أو أعمى لكن روحاً شريرة كانت تسكن فيه وتعذبه وتجعله يتكلم كلاماً غير لائق بصوت عالد وبصراخ مزعج جداً يا حبيبي هالقصص طلعت عن جد جد يعني فيه أروح شريرة؟ فتفوتة؟ طب إيش هي الأروح الشريرة؟ طب إيش في الجد طب إيش حسناً إيش في الجد للرؤوس يسوع بالضبط ومثل ما الله بيبعث ملائكته حتى تحمينا الشيطان عنده مساعدين شررين مثله اسمهم الأرواح الشريرة وهدفهم ينشر الشر في العالم ويبعد الناس عن الله وبينما كان الرب يسوع يتكلم ويشرح للناس ويعلمهم المكتوب في كلمة الله فجأة وقف هذا الرجل وبدأ يصرخ ويصيح بصوت عال جدا ثم قال للرب يسوع بصوت عال اذهب من هنا لماذا تتدخل فينا يا يسوع الناصري هل أتيت إلى هنا حتى تهلكنا أنا أعرف من أنت أنت القدوس المرسل من الله ليش هيك بحكي مع يسوع لما بده يقرب عليه الأرواح الشريرة هي اللي ما بدها يسوع حتى ما يشفي الرجل فقال الرب يسوع بسلطان وقوة للروح الشريرة النجس آمرك أن تصمت اخرس واخرج من هذا الرجل وبينما كان جميع الحاضرين يراقبون ما يحدث ويسمعون كلام الرب يسوع رمى الروح الشرير الرجلة فسقط على الأرض في الوسط وخرج منه لكنه لم يصب بأذى سالت ملامح الغضب والصخط عن وجه الرجل المرمي على الأرض حتى أنه فتح عينيه ورأى يسوع وكأنها المرة الأولى التي يشاهده فيها فابتسم له وشكره وبدى وجهه يلمع بالسلام والهدوء والفرح يعني الرب يسوع خلى هاي الروح تطلع وما تدعي أول مرة تانية؟ فتفوتين معقول الرب يسوع أقوى من الشيطان والأرواح الشريرة طبعا يسوع المسيح هو ابن الله وإله سلطان على كل الخليقة مثل ما هدى البحر العاصف تتذكروا؟ أنا بتذكر بكلمة واحدة بس هدى كل إشي بالضبط مثل ما يسوع بيؤمر البحر والخليقة وبردوا عليه كمان الأرواح الشريرة إلو سلطان عليها وبترد عليه اسمعوا شو صار اندهش جميع الحاضرين وتعجبوا وبدأوا يتحدثون ويتساءلون مع بعضهم البعض قائلين ما هذا السلطان العظيم؟ وما هذه القوة الفائقة في كلام الرب يسوع؟ حتى الأرواح النجسة يأمرها فتطيعه وبكلمة واحدة من فمه تخرج هاربة ما أهجب هذا الإنسان؟ إنه رائع انتشر الخبر عما حدث في المجمع في كل مكان بسرعة كبيرة ولشدة فرح الناس بشفاء الرجل تكلموا عنهم أينما ذهبوا وأخبروا الآخرين وخاصة الساكنين في جميع قرى الصيادين المحيطة ببحر الجليل وتحدث الجميع عن عجائب الرب يسوع وقوته وكل من سمع مجد الله فتفوتين أنا كتير فرحانة ومش خايفة لأنه بعرف أنه يسوع أقوى من كل شي براوا يا سمينة مش لازم نخاف أبداً طول ما إحنا متأكدين إنه الرب يسوع معانا وإنه إحنا أولاده وبتعرفوا الكتاب المقدس كمان بعلمنا إنه اسم يسوع وحده بيكفي خوف الأرواح الشريرة ويطردها بس كمان إشي مش لازم تحضروا برامج سيئة مثل الفيلم اللي حضرتوه لأنه بزعشكم وبخرب أفكاركم طبعاً لا أنا ما رح أحضر زيه أبداً أبداً شجاع ما لك بشو سرحان فتفوتين أنا ما بدي يصور معي زي ما صار مع ذاك الرجل شجاع ما تخاف ما رح يصير معك هذا الشي طول ما يسوع معبي قلبك كيف يعني؟ يعني لما تآمن بيسوع وتصلي وتطلب منه إنه يسكن قلبك مستحيل يكون الله والشيطان ساكنين بنفس المكان وتذكروا دايماً إنه يسوع أقوى كتير من الشيطان فتفوتين أنا كثير بحب الرب يسوع بس مراتي قليلة بفكر أفكار شريرة يعني هيك رح أصير شرير رح يسكن الشيطان بقلبي طبعاً لا لما نحب يسوع ويسكن بقلبنا ما في شي بيخليه يطلع وإذا فكرنا أفكار شريرة مش معناه إنه الشيطان بسكن بقلبنا بس لازم نطلب من يسوع يسامحنا أهو بسامحنا بلحظتها أنا مكنتش خايف أصلاً لأني أنا شجاع وأنا بعرف إنه يسوع بطل الأبطال إن إيجا الغون وحاول بنيابو يخوفني بيهرب على طون يا صعبي كش أبعد عني كل مرة بلاقي حالي خايف من شرير بذكر إنه ربي يسوع أقوى بكتير بسمي ياسوع بسمي ياسوع إن إيجا الغون بيهرب على طون بسمي ياسوع وفي وقت النوم إن كنتي خايف من الأشباح بطلوب العون ربي بيخليني أرتاح كل مرة بلاقي حالي خايف من شرير بذكر إنه ربي ياسوع أقوى بكتير بسمي ياسوع بسمي ياسوع إن إيجا الغلبي يهرب على طون بانا مرتاح مين الأشباح بسمي ياسوع حتى الشيطان ما عنده قدرة يخدعني عندي آمان دايماً ياسوع قارب مني كل مرة بلاقي حالي خايف من شرير بذكر إنه ربي ياسوع أقوى بكتير بسمي ياسوع بسمي ياسوع إن إيجا الغلبي يهرب على طون بانا مرتاح مين الأشباح عندي آمان ضد الشيطان بسمي ياسوع لما تنحل المشاكل وتصير الأمور تمام بيجي وقت فتفوته ترجع وتنام ترجمة نانسي قنقر